اشتركوا في القناة اليوم في هذا الاطار وفي هذا الموضوع بيشرفني وبيسني اني يكون عم بستضيف ضمن هذه الفكرة المحامي الدكتور علي غصن وهو استاذ في استاذ مادة الحقوق في الجامعة اللبنانية الفرع الرابع وايضا باحث ومؤلف وله عدة مؤلفات قانونية صباح الخير دكتور وحنور وشكرا جزيلا على الاستضافة اهلا وسهلا فيك قبل منفوض بالاجراءات المصرفية والنحية المالية للكل متشوق نشوف اليوم كمان القضاء كيف عم بيقارب هالأمور اليوم اخدت هيك منح جديد بالمؤلفات القانونية وخصوصا بعد عدة اصدارات اصدرتها ولكن مؤخرا كان فيه الاسئلة والاجوبة 300 سؤال وجواب فيه مجيبات والعقود و313 سؤال فيه القضايا التجارية كيف هيك كانت هالمقاربة لها الاسئلة ومين بيقدر يستفيد حقيقة من هالمؤلفات اللي ايضا قرابت فيها الاجتهاد اللبناني نعم مرسي على اضافي مجددا مرسي على السؤال وعلى الاضاءة على الاصدارات الجديدة بالحقيقة انا اول كتاب اصدرته كان سنة 2006 تبعت من بعد الاصدارات لحين 2016 كنت انطلع كتب فقهية تناوى الفقهة بمسائل ما كتب فيها الفقهاء في لبنان نهائيا مثل التمثيل التجاري مثل عقود الصمصرة مثل امي السجال العقاري وان وجدت هذه الكتب بهذه المواضيع فهي كتب جدا قديمة كان بحاجة لميزة جوري فانا اشتغلت عليها بعدين وجدت ان المحامي اليوم ما عنده الوقت الكافي تيقوم بالبحث الفقهي في بطون الكتب فطعت باختراع جديد وهو طريقة السؤال والجواب كيف انا بشتغلها بروح برع عشرات الاجتهادات لابن المئات الاجتهادات بناء الاجتهاد اللي فيه نقطة غير كلاسيكية او فيه نقطة تصير كثير من التساؤلات او ما عليها مادة قانونية مباشرة بالتحل الاشكالية اللي فيها بحط هذا السؤال باستخلصه وبحط عليه الجواب والجواب بيكون عبارة عن اجتهاد قضائي اجتهاد طبعا بمحكمة التاميز احيانا بتابع المسألة المقطة الانونية من البداية مع محكمة البداية نقطع استقناف بطع تميز بحط طور اجتهاد فيها احيانا اذا كان فيه حكمين متعارضين وجهتين نظر بحطه وجهتين نظر واضيف عليهم تعليق من عندي بلاشت بيضا الموضوع اول كتاب اصدرته 353 سؤال وجواب في القضايا الاقارية وكان كتاب يعني الحمد لله رب العالمين كان كثير عنده قبول عند الناس خاصة انه تصادف مع انتحنات دورة كتاب العزل من بعدها قمت الكتاب 400 سؤال وجواب في القصول الجزائية من بعدها نزلت اخر كتبين موجهبات وعقود 300 سؤال وجواب في الموجهبات وعقود وي313 سؤال وجواب في القضايا التجارية كمان على نفس المنوال طبعا الموجهبات والعقود بيحول اكتر من 300 سؤال وجواب بيحول بعد كتاب تاني بس ان يمكن النقاط الاكتر بس النقاط الاساسيه انا حطيتها واللي ممكن يستفيد منا يعني يوم كمحامل كمحاملين والباحثين بالنسبة للقوانين التجارية وجهتني صعوبات جميلة حقيقة خاصة أننا قدام تعديل حديث صدر بقانون التجارة فكنت أنا حريص أنه ما حطت كثير من الأسئلة القديمة لأنه في شيء حل بالتعديلات الجديدة إنما قربت بس ولكن الحقيقة أستاذ روي التأليف في لبنان وقع في مشكلة كثير كبيرة المردود المادي للمؤلفين الحديثين اللي بدون هذا يباشروا بالتأليف هو منعدم وتحت السفر بمعنى المؤلف يدفع لدار النشر لكي دار النشر ينشر له الكتاب لا يأخذ أي مردود لأنه يمكن قيمة الكتاب كمان تدنيت أنا في بعض الأحيان بشوف أن بعض الوجبات في المطاعم السريعة تيك هواي أغلى من الكتاب من الكتاب أغلى من الكتاب سنفود بإطار المصارف اليوم والعلاقة وكل الإجراءات اليوم الكل يجمع وكل اليوم يعني إن كان جمعية المصارف إن كان مصرف لبنان إن كان كل المدعين والمصارف الكبيرة إنه اليوم ما في إطار قانوني ينظم كل هذه الإجراءات واليوم مجرد تعاميم ويمكن بوظل هذه التعاميم كضمانة لجأنا إلى القضاء وشو صار اليوم يعني إذا اليوم المشاهد بده يعرف اليوم تقدمت دعاوة ضد مصارف كيف كان مصار هذه القضايا قدام محكمة البداية أو قاضي أمور العجلة يعني واستقناف وتميزه هل فينا نوصل إلى شي سابت اليوم يعني نقدر ننصح في المشاهد لضمانة حقوقه؟ نعم هو الحقيقة ليش الناس رفع الدعاوة على المصارف؟ هو لسبب بسيط وحيد أنه الناس بدأت تحول أمواله إلى الخارج فإجا المصرف قال له أنا ما بحول لك هذا المال وخاصة من هؤلاء الناس يأما تاجري أما عم بحول لأولاده يأما بده يدهر مصاري طبعه من لبنان فإجا المصرف قال له أنا ما بحول لك هذه الأموال لجأت لجأ المودع إلى قضاء العجلة لإجبار المصارف أن تروح بالتحولات قضاء العجلة رئيس مزهر بالنبطية ورئيس رئيس التحرب بزحلة أعطوا قرارات قضائية بمنحة جديدة لإجتهاد أنه فيكن ألزم المصارف على غرامات إكراهية أن يحاولوا للناس إلى الخارج حتى ببيروت رئيس كارل الشهور حتى ببيروت صحيح من بعدها المصارف استأنفت استأنفت قرارات يعني طلع الحكم طلع حكم مصالح المدعين يعني بتحويل إلزام المصرف صحيح مغرامة إكراهية عن كده يوم تأخير من بعدها طعنت المصارف بهذه القرارات قدام محاكم الاستقناف البعض اعترض أول شيء قدام القضاء المستعجل بعدين رأحوا محكمة الاستقناف محكمة الاستقناف أيدت طلع على محاكم التمييز صار فيه عنا مثل عرف بمحاكم التمييز أو اتفاق ضمن ما بين كيف الغرف التمييز أنه يوقفوا تنفيذ هذه القرارات وبتالي تم توقيف تنفيذ هذه القرارات بمعنى آخر كده الدعاوة اللي تمشوا فيها هدو جماعة كده التكاليف الدفعوها والانتظار آخر شيء محكمة التمييز وقفت التحويلات وقفت تنفيذ القرارات وبتالي وقفت التحويلات يعني نحن ما قدرنا نوصل ولا لأي محل في هذا المحل يعني فينا اليوم أنه الوسيلة القضاء اليوم ما بقى صار فيه تم تعطيله صحيح تم تعطيله من قبل القضاء نفسه الحقيقة وهذا الأمر يعني أنا مش مع مش ضد ما عم بحكي هيك بس ولكن لا من ناحية أنونية نحن 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 نقربة أنونية اليوم يعني فيه المصارف عندها وجهة نظر بالموضوع دستوا هنا للدفاع من المصارف المصارف عندها وجهة نظر على الموضوع والمودع له وجهة نظر يبقى الموضوع للتقدير الشخصي للقاضي اليوم المصرف ما قدراني يحول المصرف يتزرع في القوى القاهرة ويقول لك أنا ما بقدر حول ما عندي كاشماني هلا أتحول لك ومصرف البنان لا يؤيد هذا التحويل كذا تخرج هذه الدولارات من البنان والقضاء أوقف تنفيذ هذه القرارات اليوم في حلول خلينا نبلش هيك باليمكن نعطي حلول في كتار عم يطرحوا الإفاق عبر الشكل مصرفي المصحوب على مصرف البنان يعني في حال بده يسحب الوديعة أو الحساب عم نحكي بحساب جاري يعني اليوم بده يسحب هالأموال عم يعطيه المصرف تشيك مصرفي ده مدى قانونية هذا الإجراء وفعلا يعني شو بيقدر يستفيد منه هيدا التشيك اليوم أي مودع نعم بالنسبة للإفاق عبر الشكلات المصرفية الحقيقة إذا راحنا على قانون النقد والتسليف شو منلاقي؟ منلاقي أنه الشيك هو من أحد الوسائل إبراء الزمي كما الدفع النقدي اليوم إذا أنا بديروح وفي الدين تبعي بواسطة تشيك الدين ما بيقدر يقول لي أنت ما فيك توفي لي إياه بواسطة تشيك لأن واحد بوسائل الإبراء هو الشيك بنفس الوقت المصرف غير مجبر أن يعطيك إياهم كاشماني هو بيقدر يعطيك إياهم بواسطة تشيك ويكون المصرف أبرأ زمته بالقانون وهذا الأمر معتمد ونحن ماشيين عليه بالنسبة للدائن إذا أنا أعطيته شكل الدائن شكل مصرفي الدائن ما بيستطيع أن يرفض قبول هذا الشيك لأن هذا الشيك يبقى مبرئ للزمة وبالتالي المصرف أبرأ زمته بالشيك الشيك اليوم هو وسيلة إيفاء كاملة مثل المصاري النقدي وبالتالي نرجع نعيدنا نفس النقطة أنه الدائن لا يستطيع أن يرفض قبول الشيك نحن نقدر نعمله عرض وإداع نقطع تفضل قوضي المصريين وعلى الدائن هون أن يرفض ضد العرض والإداع ويرفع دعوة اسمها بطان العرض والإداع وبالتالي بروحه على القضاء بس هيخسر الدعوة لأنه الشيك هو وسيلة إبراق طب دكتور بس اليوم يعني التشيك العادي يختلف عن التشيك المصحوب على مصرف لبنان واللي بيكون دجا يعني باري إلى ما هنالك يعني اليوم إذا ما دخلوا هالأموال بزمة الدائن ما في يكون عم ببريله زمته يعني اليوم بواسطة هيك التشيك دا اليوم القانونية يعني يمكن عم نحكي كتشيك عادة بين شخصين ولكن اليوم إنه مصحوب على مصرف لن في روح يصرفه يعني المصرف من يعني أي مودع اليوم في روح ياخد تشيك من المصرف يروح يصرفه نعم نحنا طبعاً كل الجواب عن السؤال الأول كانوا عن الشيكات البونكير يعني هو شيك مضمون وما مش ممكن يرجع مراجعة الساحب هلأ بيقدر يصرفوا بالكاش لا ما بيقدر يصرفوا بالكاش عنا بلبنان بدو يعطيه للدائن للدائن والدائن بيرجع بيحطه بالحساب يعني المودع عم يرجع يستلم هالشيك نعم هي بدها كقرة نار عم ننقلة من يد إلى يد يعني عم يجعوا يجمدوا له ايه يعني إذا بدو رجع يروح يفتح حساب ببونك تاني عم يرجع يجمد وفي إجراءات بتقول إنه إذا حطيت هيدا الشيك بالحساب ما فيك تسحبه قبل ذات شهر ميوم بي يجمد أو ستشهر يعني ما فيك ترجع ترجع تاخده طيب لكن كمان هيدا يعني إذا قلنا هي وسيلة ولكن كمان هي عم بتضر بالمودع يعني اليوم كتشيك مصري فيه إذا حكينا عن اليوم تحويل هذه الودائع وما يحكى به من الدولار عفوا إلى الليرة اللبنانية أو كمان اللي عم بيصير هو يعني بيكون في تشيك بالدولار بتقدر تسحبه باللبناني ما بتقدر تسحبه بالدولار دايما دا قانونية كمان كلها العمليات نعم نشوف أستاذ روي نحن إذا بس نروح على البنك نحط مصاري بالبنك نحن كأنا كمودع عم بعمل عقد ما بيني وبين البنك والبنك عم بيأخذ هذه المصاري الذي يحكم هذه العلاقة بالأصل هو قانون مجيبات العقود لأنه قانون مجيبات العقود هو القانون العام الذي يطبق على كافة طروع القانون كعقد وديعة يعني كعقد وديعة إذا جئنا طلعنا على طبيعة هذا العقد هو عقد وديعة بس ولكن هو عقد وديعة بالحقيقة من نوعا خاص لماذا؟ لأنه أنا بس نحط هذه المصاري بالبنك بالأصل الوديعي لازم المودع لديه يردلي الوديعي اللي هو استلم مني بينما أنا بالإداع في المصرف أنا بس أعطيه مصاري هو مش منزم أنه يردلي المصاري نفسه يعني مش هي ذات المية دولار لرقم السريه تبعها هيك بديو يردلي هي ذاته بديو يردلي هي ذاته شي بمثلة بقيمتها أو هي ذاته لأنه موجب البنك في هذه الحالة هو موجب أداء وبتعرف حضرتك موجب الأداء هو أو يكون بيدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء من المستيات أو بإنشاء حق عيني فموجب تبعه موجب أداء وبتالي بدو يردلي من نفس النوع المالي اللي أنا حطيته عينا يعني عينا فنجي للعقد أصبح نحن بمكان طبيعة العقد هو عقد وديعة بس من نوعا خاص لأنه المصرف لا يرد نفس الوديعة نجي للعقد نفسه هذا العقد إذا نص أنه أنا بحط له المصاري كمودع أنا كمودع شو عم بستفيد؟ عم بحفظ هذا المال عم بيخد فيدي عليه عم بيخد فيدي عليه المصرف عم بيستفيد أنه هو عم بيستثمر هذا المال أصبح أنا بحط هذا المال عند المصرف من أصبح مالك هذا المال؟ المصرف وبالتالي أنا كمودع سمحت لهذا المصرف أن يتصرف بهذا المال بعدنا مشيين بعضنا بالنوع الخاص كلية نوع خاص بس ولكن إذا جينا اطرحنا السؤال هل يستطيع المصرف أن يبدل العملي من عملي دولار للبناني من طلقاء نفسه بصراحة برأيي الشخصي لا يستطيع لأنه هذا تعديل لهذا الأقد معدد أسباب هيك يريد تعطيني دقيق تأشرحه بس أول سبب هناك عقد في إيرادتين وبالتالي هدا تعديل العقد بالإيرادة المفردة هدا واحد اثنين أنا كمودع بس حطيت المصاري بالدولار بعرف أن الفايدة على الدولار هي أوطى من الفايدة على لبناني والمصرف كان عم يعطيني فايدة أوطى وأنه يعرف أنه أنا بدي إياهم بالدولار فهو شبعته خليلي إياهم بالدولار مين إلي هون على لبناني مع أنه كمان صار في مخالفة بهالإطار أنه الفايدة كمان صارت نصب إذا كان بالدولار نصب اللبناني نعم طبعا تعديل أمر الثالث العرف التجاري وفتعرف حضرتك المصارف هم من التجار بالمادة السادسية من أنون التجارة كشارجات مساهمة صحيح وهن ممتهنين التجارة العرف المصرفي في لبنان منذ بداية المصارف في لبنان منذ إنشاء دولة لبنان بس حط مصاري بالدولار بيردوا لك إياهم بالدولار ولا مرة صارت أن بحط مصاري بالدولار بيردول إياهم باللبناني بخلاف إرادة المودع لكل هذه الأسباب مجتمعة ما بحق للمصرف أن يقوم بتبديل الوديعة من الدولار إلى الليرة اللبنانية هلأ نطرح مسألة أخرى هي مسألة المادة 192 من قانون النقض والتسليف هذه المادة بيقول لك أنه الليرة اللبنانية هي تبرئ الزم وبالتالي أنا كشخص كمصرف يعني إذا كمصرف دفعت بليرة برأيت زمتي بالحقيقة هذا هذا كلام حق يراب به باطل لماذا؟ لأن العقد 192 تتحدث عن علاقات المدينة بالتعامل اليومي ولا منع المضاربة على الليرة بينما التعامل المصرفي يقضع لقوانين خاصة غير هذا الموبر الأمر الثاني والأهم أن المادة 192 قنون النقض والتسليف عليها ثلاث استثناءات مهمة وأساسية هذه اللي لازم نحن نشير لألة حتى الناس تعرف أول واحدة أنه لابد يكون الدفع بالعملة اللبنانية مبرئ لازمة بس بشرط أن يكون بنفس القيمة طبع العملة الأجنبية وليس بنفس السعر الرسمي يبدو يكون بنفس قيمتها يعني السعر الصرف اليوم مش السعر الرسمي اللي محدد من مصرف الدنيا بسعر العرض والطلب السعر اللي عم بيحدده العرض والطلب يعني سوق السوداء الأمر الآخر أنه ما فيك تدفع بذيرة اللبنانية الاستثناءات على 192 أنه لا أحد يقبل يكون الدفع بالعملة اللبنانية مبرئ لازمة أنه أولا بدي يكون عن نفس سعر العرض والطلب اثنين إذا كانت العملة مخشوشة ما بحق لك تدفعها والأمر الثالث بدي يكون من نفس عملة البلد اللي أنت موجود فيه ما فيك تعطيه بعملة أخرى بدي يكون بالعملة الوطنية لكل هذه الأسباب المجتمعة ما بحق للمصرف أن يقوم بتبديل الودائع تعيين الناس من الدولار إلى الليرة اللبنانية بخلاف إرادة المودع نعم طب اليوم كمان في مسألة تحويل الأجور اللي كان عم يندفع بالدولار كمان يمكن صار عم يندفع باللبناني أدايك كمان اليوم مدى قانونية هذا الإجراء اللي أخذته كتير من الشركات واربيب العمل وبلشوا يدفعوا بالليرة اللبنانية نعم نحن بقانون المجبات والعقود دفع الأجر هو يقع على عاطق رب العمل في الأصل ودفع الأجر يجب أن يكون بالعملة المتفق عليها القاعدة العاملة أن يكون بالعملة اللبنانية ولكن الاستثناء أن يكون بالعملة المتفقة عليها إذا رب العمل اتفق مع الأجير يعني بحسب عائد العمل حسب عائد العمل أن يكون دفع بدولار بدي يدفع ليهم بدولار الرب العمل أضع المصاري بالبنك فعمل له البنك تفضل يعطيه المصاري للأجير بالعملة المتفقة عليها الرب العمل لم ينفذ تعليمات تصبح المشكلة المخالفة واقع على البنك وليس على الرب العمل لا يستطيع المصرف أن ينزم الأجير بان يقبل بغير العملة المتفقة عليها بعقد العمل خاصة أنه رب العمل أوفى زمته ووضع المال بالعملة الأجنبية دكتور يعني اليوم بيظل كل اللي عم نعيشه بيظل يمكن كمان القضاء اليوم ما قدر كمان يوصل إلى نتيجة عبر محكمة التمييز بتنفيذ هذه التحولات إلى الخارج لأسباب مبررة علما أنه مضرور يكون في أسباب لأنه دجاء يعني العرف التجاري والعمليات التجارية هي تقوم على الربح والخسارة يعني كشركة مثل ما ذكرت حاطرتك وبيظل اليوم كل هالانتهاكات اللي عم بتصير والتعميم اللي عم تصدر اليوم وبيظل عدم وجود إطار قانوني لا أنون ولا مرسوم يعني اليوم عنده الصفة الإلزامية لكل هالعمليات طب اليوم حقوق المودع في هذا المصرف من يحميها مين بيضمن حقيقة أنه هالمودع يقدر يسترد أمواله حقيقة يعني مؤسسة ضمان ومدايع هلأ مؤخرا رفعوا المبلغ إلى 75 منيون ليرا للأسف الشديد ما في شيء يضمن حقوق المودعين خاصة إذا أعلم مصرف إفلاسه أو توقف عن دفع أو كذا فما في شيء بيحمي حقوق هذا المودع وكل ما يجرى في لبنان من خلية الأزمة أو الهركات أو الكابتل الكنترول غير معلن وغير مقونا أو التعميم الصادر عن مصر في لبنان هي فقط حتى ما نوصل لهذه المرحلة أن يكون في عنا عندي بنوك أفلسة أو متوقف عن دفع وبالتالي تروح ودائع هؤلاء الناس أصلا حالة الهلع الموجودة عندنا بالسوق في لبنان وأحد أسباب ارتفاع سعر الدولار بهذا الشكل هو الناس عم تروح تسحب أموالها من لبنوك والبنك طبعا مستثمر هذه الأموال باستثمارات قصيرة الأجل أو استثمارات طويلة الأجل وما في شيء بيضمن أن الناس ترجع تسترد هذه الأموال طبعا والحقيقة في شيء صغير يعني شيء مزعج في لبنان كانت بأحدى المحلات بديشتري شغلي من كم يوم بقول له بعطيك شاك بالدولار قال لي بحسب لك إياها 30% أقل مما هو من سعر الموجود من قيمتها الإسمية يعني إذا الشاك ألف بحسب لي على الكاش 700 يعني أنا بشتي مشتريات ب700 دولار بعطيه شاك بألف بكون أنا بريد دمتي بس ما بيردلي 300 لأنه بالنسبة لأله هيوخذ هذا الشاك حيروح واتصرف حقل له عطيني إياه كاش الصرف ويتنزوله 30% من قيمته فالناس هلأ عم تسحب ودائع بالدوكي بالشكات وتروح عند الصرفين وتخسر 30% يعني هذا الهيركات غير غير معلن غير معلن غير ناس راضي فيه المحامد دكتور علي غصن أنا بدي أشرك اليوم على هالإضاءة على هالفقرة هيك يمكن تناولنا فيها أبرز اليوم المشاكل المصرفية اللي عم بيواجهوها كل المودعين ولكن ما بعرف يعني دايما ما فيه يمكن حل أو سبيل فعال حقيقة أنت نقدر نوصل إلى تحصيل هذه الحقوق يعني وهيدا للأسف يعني دون إطار قانوني ودون أنه يصدر أي قرارات أو اجتهاد بهالمعنى أو قانون يعني قبل الاجتهاد أهلا وسهلا فيك وعلى أمل إن شاء الله دايما بلقي لقي شيء مخرج أو سبيل على ضوء المستجدات اللي رح بتصير بيمكن لنشوف كمان السندات اليورو باوند وكل هالمواضيع أهلا وسهلا فيك أعزينا المشاهدين بريك وأكيد من بعدهم كافين سوا اشتركوا في القناة